بسم الله ان شاء الله انا اتكلم عن اخر مهمة جدا يعني هو موضوع الابراج الدورة ازا هي بتتم طبعا هو في ابراج بتتم احنا بنعمل سير شو بسيط جدا يعني عنه هو دي الابراج الدور اللي بنكلم فيها الكونسلت بتاعتها ماشي ازاي ان فيه بيكون عندك ديمينشن تحت صغير وبيزجر معه الوقت بقى دي البرامتر المستقرم هنا برامتر الاسكيل بتاع الارية بتاع المبنى نفس الوضع هنا دي الاسكيل بتاع المبنى هو برطبا عام الطريق الاسكيل والاسكيل متغير مع ارتفاع الدور اا هنا هنا اا الديميشن تحت او الشكل اللي في الدور الارضي تمام بيطلع فوق بقى بشكل اه قصب معدلة اما صين اما قوزين حاجات قصب معدلات برامترية بتحطو تعمل الشكل دول هنا اه بشكل عادي يعني اوكي هنا الاختلاف ايه زاوية الدوران والشكل الحتة اللي تحت وطبعا معدلة برامترية لزاوية الدوران اه مثلا نجيب حاجة يعني اه نفس الوضع دوت الارضية حاجة وطلع الالبس اه شكل وبعد كده فوق حصل تحد بشوية وبعد كده طلع الفوق هنا نفس الوضع دور الارضي شكل وبعد كده ارتفع بزاوية الدوران جندة شوية فعمل الشكل ده اا نفس الوضع دوت دي دي سهل تعمل مع بعض. تمام؟ انا هعمل شكل زي دوت دلوقتي. وازاي هو تعمل? تمام. هنبدأ دي تجربة عن خاصة بالشغل الزوات. ازاي? احنا بنعمل حاجة زرية وبسطة جدا. بنعملها يعني. طبعا اما حاجة فكرة فكرة التصميمية للموضود وجه. بقى في كور سواء دايرة كور دايرة او كور مربع. وعلا اساسه بيدور حوالين الايه? اا كل المبنى بدور حوالينه. وعشان تعالج الترشان بتاع المشروع طبعا الترشان هي كبيرة جدا. زاوية الداران يعني تبقى مشكلة كبيرة يعني. وطبعا دي بتصمم على انهم في التصميم الانشائي. طبعا دي مهم جدا. اا طبعا ازاي احنا بقى بنشتغل بيه ونصدره لبرنامج الارشكال. تمام? انا هدق اا هدق الشغل بتاعي. تمام? انا احنا احنا قلنا دولاتي هنشتغل في الشغلة الزايدوك كده تقريبا فاحنا تمام بنيجي نرسم الدور الارضي تقريبا حاجة تقريبية يعني بنرسمها تقريبا كده يعني حاجة شباب كده هنرسم حاجة تقريبية يعني وهعمل لام هعمل نقطة الاول نقطة الدوران هزبط الاول ولكن دي نفترض القنصة بتاع المهندس المعماري اللي حابب بيرسم حاجة مجنونة شبابية يعني ويتعب المهندسين المدني يعني في الموضوع مهندسين تقريبين انشائي في شغل تحليل انشائي يعني فجبنا يكون في العام صراحة ممكن نزود نقطة هنا اللي عايزين نزود نقطة اللي هو بس عايزين نزود نقطة هنا نزود مثلا نقطة هنا ونقطة هنا يعني حاجة شبابية بحيس ان ايه نزوط الكرير شوية. تمام? انا هنعمل حاجة شبه كده ودي المركز بتاع السنتر فهنعمل او ميرور. وقال له انا عاوزه هنا. وعمل وعمل جاي اعمل تاني. وقال له كده. واوكي وعملها جيدة من الحزبان. طبعا دي زاوية الدوران اللي هاشتغل عليها. المنطقة اللي هادور عليها. دي المبنى بتاعي هو. اه ودي زاوية الدوران يعني. فنعمل وطبعا بيقى فيه اتصال يعني بيقى فينا حاجات متصلة ببعضا. فنعمل طبعا بيقى فيه شوية اتصالات هنا. حاجات هنا يعني اه هنيجي نرسم من مسلا اي حاجة يعني. اي امكان الشكل يعني. في اتصالات هنا يعني بيقى في اتصالات هنا يعني بيقى اعملت اتصالات. بورتيت. تمام يعني بس احاجة شباك كده انا. تماما. اعمل حاجة شباك ديات. فانا بعمل ايه? طبعا انا هلجي اعمل حاجة نيو. اعمل نيو. اوكي. واعمل اه ارشيكات تقول له في اللي انا هرفضها لين. تماما. فاجي اول حاجة بقول له كده. اختار لي الشكل اللي انا عاوزه. فقل له. بختر له الشكل ده كلته. اتمنى. ممكن نعمل حاجة تانية. بنعمل اا لو عايز ان نشوف الشور كده حالو بترقى احسن بترقى الشكل. ممكن نعمل اكلنا زي ما احنا. هنعمل اا نعمل بس في اتجاه زد. طبعا نشوف هنا نبتح هنا اتجاه زد بقى. تمام. قوت فتح في اتجاه زد. نعمل ارتفاع الدور حاجة بسيطة تانية. اا اا قلو في اتجاه زد. بس هنا بقى يبقى ايه يعني فيه تسلسل في الشكل. وقلو ارتفاع الدور معايا ربعمائة روالي يكون. وقلو نعاوزه كم دور هلو عشر طبور. مش هزود عن كده. كلها خماشات بوه. عشان بس ما حصلش تهنجة لللاد. فانا اقول كماشات بوه. فانا اعاوزه كماشات بوه. تمام. فانا هنا جواله على هاتف كده اعمل لي كم دور. مفترض خمساتاشر دور. فيه مشكلة. ام اوكي نعمل اين? مرج. اتنا. اوكي. اتنا. اتنا. كيرو الاولاني. نعمل مرج يعني ايه? بيعمل اتحاد يونيون زي يونيون كده. ويدي للاتحاد. فانا اقول له ان دوت كيرو التاع الاولاني. وانا اقول له كيرو التاني اوات. وعلى كده اقول له كيرو التاني اوات. وعلى كده اتنا كيرو التالت. هنا بقى بقى في تلقائية في كلمة هنا بيعمل ابضيت. ابضيت. واعمل هنا ايه? يعني كل شغل اعمله لي. اوكي. تمام. فاجي هنا اه بعد ما اعمل اممرج واقول له كده فاقدر هنا خلاص اوكي. كده تمام. اه نقدر مسلا نعمل مسلا روتيت. اه عاوزين عاوزين نعمل روتيت فبن نقول امر روتيت. 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 اوكي. اه بنحدد النقطة اللي انا عليه. اه دي البوينت اللي انا اشتاوي عليها البوينت اللي هي المركز البلان. فنا اقول له. اقول له. اقول له. اقول له بوينت. اقول له دي بتاعي. وهنا اه زاوية الدوران هتكون نظمة مش ازاي. فاقول له سيريا الزمعية. وام اخد. او اخد ديك. وام اعمل له سيريا. بس ديك. هعمل خمستاشر مسلا وليكن خمس دراجات. ان زاوية الدوران في كل دور عن التاني خمس دراجات. فانا اقول له خد ديك. كده عندي زاوية الدوران بتاعتي. ممكن ازود ديت تبقى اكتر. فبقى عندي زاوية الدوران. طبعا انا عاوز اشوف الكلام دوات مظبوط. سيرفس. تمام. فانا بقى اوم اعمل ديت المرج دوات اوم احطها هنا. اا 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 ام. او نضرب بقى نكلية هنا بقى كلات المرة هنا. نعمل مرج. اا نعمل. تمام. كده اا اا اوكي تمام. كده زاوية الدوران. اقدر الغى اي حاجة تانية. اعمل ديك كده. اقول له. كده قبل زاوية الدوران. امسيت انا. مسترج اه. دي الاصلية او من جاي هنا عملتنا. دي زاوية الدوران. زاوية الدوران بتاعتها اي حاجة دي اللي عملتها اي حاجة دلوقتي. وازهر. ازهرنا ان الموضوع دي حاجة بتعملها. اا اا طيب ممكن زاوية الدوران مقالي لها شويات مثلا. بيحصل ابدي تهوت. دي زاوية الدوران بتاعتها. فانا هخلها لأ يعني كامل ضراجات كتيرة يعني. فاخلها معقولة كده يعني. اه معقولة كده اعتقد. واما تمامي. طيب اه دي حاجة بسيطة يعني اعتقد. اا ام. تمامي. اعتقد ما فيش حاجة تانية ممكن تتعمل في الموضوع دهوات اكتر من زا ما بتعمل. ممكن اعمل مسلا عشرون دور وياكم. خمسين دور مياكم. دي كمسين دور. عندي كمسين دور. فزاوية الدوران بتاع. بس الموضوع ابسك مما هو يكن يعني. اا ودي السيرفس. طبعا ازاي ازاي بقى ندخل الشغل دهوات على برنامج آآ برنامج الارشكات. انا طبعا في عندي كزا حاجة انا ممكن اشتغل على طبعا اا العندان ازاي دخلها في المنشئة ده. اا طبعا قبل مشان مشان نتكلم في الموضوعات يعني نتكلم في حاجة يعني تانيا. انا اخده شغل دوات تاني وام عامله قبيل وام اخده دوات واملاقي دوات كده. واملاقي ده. واحده كده وامعامل لدوات. قليكن. اا عامل دوات مسلا الشكل ده. وامعامل لها كيرف. وامعامل لجيومتر بتاعي. كده نرسلنا. اطبعا هو عامل زاوية الدرام فين زاوية الدرام في مشكلة. فانا اا هعمل زاوية الدرام بتاعتني من منطقة الدرام. انا اقول له وامجاي اعمل اا اا اعمل هنا. هيبقى هو النقطة ريات. فهو بقى يدور حوالنا. حوالي النفس. كده عملنا ايه? اعلان زاوية الدرام. طب انا هنا بالنسبة له عاوز احط عاوز احط هنا اا اا عندان. وعاوز احط عندان ده اا تمشي مع الكيرف. حتى ازاي? في كده طريق وطبعا طرق بتبقى اا يعني في حلول حلوة فيها يعني. يعني عملكم في طريق بقول لك ايه? بقول لك تيجي عند ده. يعني مسلا نخلينا في الاصل ده. بقول لك تيجي عند كيرف. كيرفات ديت. وتعمل حاجة اسمها دفايد. 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 انت عاوز تعملو بنزامه ايه? فانا اعمل دفايد عادي. وآآ آآ 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 تمام? طبعا انا عندي انا. بعمل دفايد دل ده. تمام. كده الدفايد بتاعي لكل دوار. عاوز اعمل دفايد. عاملت دفايد كم 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 ستنقاط بين. فانا عملت العندان الخرجاهية. طب العندان الخرجاهية ديت عاوز اغسمها. ازاي? موضوع بقبسط ما هو يعني. بنقوم جايين عند. اه بنعمل حاجة اسمها اه كيرف. بخش على الكيرف هنا. ونعمل خط روات بنسميه اه انتربوليت. اه قبل ما بنعمل انتربوليت بنعمل حاجة اسمها ايه فايت? لو انا كتت النقط دية تحطتها كده هرسم لي يعني نحن لجانة دية كده هرسم لي نفس الخطوط يعني هرسم لي الحاجات اللي انا اشتغلت بقى انا مش عاوزه كده يعني اعمل لي زاوية غير لي بتاعتي مش عاوز انا كده انا عاوزها يبقى الاتجاه طولي. طبعا الديفايد هنا في اه في مشكلة في الديفايد لان انا واخد كام كيرف والكيرف دولت مش يعرف يتزبط شوية. فيفضل يفضل لما ايجي اشتغل افصل كل دور خاص بي. يعني مسلا يعني يفضل ان انا اجي اجي هنا يعني لو اعملت اشتغلت بقى الوحده كل شغل مع نفسه يعني بعمجة هنا. ولكن النقطة دية اعمجة على ديت اعمل هيجة ده. وعمجة على ده شغل الوحدة. افضل يعني. كل واحدة الوحدة يعني بيفضل يعني. عشان كده اشتغلت الانتربوليت اشتغلت. هنا ديت اشتغل الوحدة. اوا او ممكن نعمل حاجة تانية يعني ندم قبل ما اوقتي نوم تاني ونعمل لكل واحدة خاصة بنفسها دفعة خاصة بنفسها. يعني بنيجي نعمل يعني مش هتزبط المشكلة انها مش هتزبط. تماما. فهنا اه. طبعا هو ما زبطش هنا طبعا. مشكلة ممكن نجي ناخد هنا ناخد ثلاثين. طبعا ما زبطش. فيفضل ناخد كل شكل قصب مع نفسه فيدي لي العندان الخارجية. هادى لي العندان الخارجية هي. دي قدر اجيبها. واشتغل بها لوحدها. ممكن طبعا هنيجي نشتغل دوات كمان نعمل ده قبل. نشتغل دوات مسلا ديت مع معنا كمان. تمام. فنيجي نشوف النتيجة النائية نتيجة النائية اهي. طبعا اهي. ادوات الانتربوليشن. اهو. فلما نجيب الانتربوليشن ده مع دوات اه اديلنا الشكل اللي احنا عاوزينه. اه. دي الداخلية نقدر ليشتغل عليها. اه التاني يعني في الوقت التاني ان شاء الله. السلام عليكم.